بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجاء إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم شباب شباب في الطفوف قضى شهيدا يشيب لرزقه رأس الوليد شبيه محمد شبيه محمد خلقا وخلقا وفي مشي وفي لفتاة جيدي وما أدري أعزي أم أهني علي المرتب بابن الشهيد فطورا فطورا للوصيء هن فيه وأنظم مدحه نظم العقود علي بالطفوف أقام حربا كحربك يا علي مع اليهود وقاتل بكرهم وقاتل بكرهم كقتال عمر وجدل بكرهم فوق الصعيد وطورا للوصيء أعز فيه وتبكي العين للعقد الفريق شباب شباب ما رأى عرسا ولكن تخضب كفه بدم الوريد فيا نفس ذهبي حزنا ووجدا ويا عيني بحمر الدمع جودي جودي على حلو الشباب وبدر تم شباب 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 ما رأى عمر وجده شباب محمد خير الجدودي كأني 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 بالحسين غدا ينادي علينا يا ليالي الوصل عودي 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 رجوتك يا علي رجوتك يا علي تعيش بعدي لتوسد جثتي رمسا لحودي وتمشي باكيا من خلف نعشي كما يبكي الوليد على الفقيد ولم أنسى النساء غدا تحفت بجثمان الشهيد بن الشهيد بنات النعش حول النعش حامت وقد دارا على بدر السعود فهذه قبلت كفا خضيب وشمت تلك وردا في الخدود وزينب قابلت ليلا وقالت أعيد النوح يا ليلا أعيدي على حلو الشباب وبدري تم شبيه محمد خير الجدود وبطل علي لك بروني وفتح العق يلا حق الشباب على الشباب ما أريد واحد ساكت بطل علي لك بروني وفتح العق وقال لا دي وصلني بعجل للخيام يحسن ليش للخيام وصلني وخل النوح تالي بصدرك يا ابو يشيلني واجمع وصالي يم العلي لا مرضى وينظر أحوالي حتى تجيني الوالدة تشد الجرح زياء يا ياب وصلني الخواتي وسط البيوت عندي الحرم ودي يا بوسكينة أنا أموت حتى قلب ليلة من الحسرات مفتوت ولازم تقلك كان جبت الولاد يحسن ولازم تقلك كان جبت الولاد يحسن طل عن النساء طل عن النساء من الصيوان سكنة طلعت ليلة وحدة تسند وحدة تتشيلة وحدة تقول شنه البصر والحيلة يا بو يا رايتا وضعت أفكارا إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ورد في زيارة ناحية المقدسة عن مولانا صاحب الأمر والزمان عليه السلام كنت للرسول صلى الله عليه وآله ولدا وللقرآن سندا وللأمة عضدا وفي الطاعة مجتهدا أسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالنا جميعا ويمن علينا بالخير والرضا ويعجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان بفضل الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم يحيي شيعة أهل البيت شعائر الإمام الحسين عليه السلام باعتبارها شعائر الإسلام ينبغي لنا ألا نفصل بين نظرتنا إلى الدين ونظرتنا إلى التشيع لأهل البيت ما في فصل اسمه مذاهب اللي نعتقده أن التشيع هو الصورة الطبيعية للإسلام لأن الإسلام يبتني على رسالة النبي وإمامة أمير المؤمنين عليه السلام هذا في واقع العقائد لهذا لما نحيي شعائر الإمام الحسين عليه السلام فنحن نعظم شخصيتين معاً أو شخصيات كثيرة نركز على شخصيتين معاً شخصية النبي نفسه صلى الله عليه وآله وشخصية الإمام الحسين عليه السلام يخطأ خطأ كبير اللي يعتقد أن الشيعة كثيراً ما يصير كلام أن الشيعة لا يهتمون بالنبي صلى الله عليه وآله ولا يهتمون بذكراه وسيرته والحديث وإنما ينصب اهتمامهم بالإمام الحسين عليه السلام وهذا خطأ لأن الإمام الحسين عليه السلام في سياق النبي النبي هو وجه للحسين عليه السلام الآن في طيات الكلام يبين أن هذا كلام مردود وإن كان يعني صفوف من المسلمين يعرفون هذه الحقيقة ولكن يتجاهلونها اليوم سمعت مقطع لواحد يعني يسأل من المشايخ هل ثبت أن الإمام الحسين عليه السلام بكاه رسول الله؟ هل ثبت هذا؟ أو هل وردت أحاديث في هذا؟ الجواب يبين يعني كمية النصب من جهة وكمية الإعراض عن أهل البيت عليه السلام يقول أصلا أنا ما كلفت نفسي موضوع هذا غير مهم أنا أشوف النبي بكى أو ما بكى؟ وهل صحت هذه الأحاديث؟ أو ما صحت؟ ليش؟ مو هذا إن هو إلا وحي يوحى مو هذا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ليش هذا الإعراض؟ الإعراض أيها الأحبة بسبب اللوازم يعني لهو لما يلتزم بأن النبي بكاه ليش بكاه؟ وإذا ثبت أنه بكاه ليش قتل؟ وهذه قضية يعني وراها لطم ونياحة يعني هذا الموضوع موضوع شديد لهذا يسد الباب من البداية يقول ليش أصلا ما يهمني أن النبي زين نحن لازم نحرف مقام الحسين بالنسبة إلى النبي أولا مقامه الإمام صاحب الأمر والزمان يشير إلى هذه النقطة بالتحديد يقول كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله أو كنت للرسول صلى الله عليه وآله ولدا ابن ولد زين وهذه لها أبعات الحسين يوم عاشر سألهم هؤلاء الجموع قال هل تشكون أن في شرق الأرض وغربها ابن بنت نبي غيري فيكم؟ سلوا من إن سألتموهم حدثوكم أن رسول الله قال حسين مني هذه كلمات الحسين ترى حسين مني وأنا من حسين الحسن والحسين الإمامان قاما وإن قاما وإن قعدا سلوا أبا سعيد الخدري سلوا جابر ابن عبد الله الأنصاري قام يعدد الروات اللي يسمعوا واللي يرون هالأحاديث اسألوهم يخبروكم أنه ما في للنبي صلى الله عليه وآله في شرق الأرض وغربها ابن بنت نبي غير الإمام شلون يعني قضية يعني توقف العقل ابن بنت النبي انحصرت إرادة الله عز وجل في أن يكون الحسين عليه السلام ذاك الوقت هو الممثل ما في غيره زين هذه الولادة ولدا البنوة لها أبعاد لها أبعاد البعد الأول بنوة أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وقال يا علي إن ذرية كل نبي كل نبي من صلبه وإن ذريتي من صلبك وفي رواية من صلب أخي علي بن أبي طالب عليه السلام فأولاد أمير المؤمنين وأولاد الزهراء النبي صرح بأنهم أبناء صرح بأنهم أولاد عاملهم على هذا الأساس قدسهم على هذا الأساس اهتم فيهم على هذا الأساس ما في تشكيك على أنهم أولاد النبي البعد الثاني أن هذه البنوة تدرون أنت الدين ما يقدس بنوة الدم كانت مودة سلمان لهم رحماً ولم يكن بين نوح وابنه رحموا زين الإسلام يقدس بنوة الروح لهذا الحسن والحسين وقبلهما أمير المؤمنين امتداد النبي صلى الله عليه وآله النبي بشر بهم وقال إمامان وقال إذا فقدتم الشمس فتمسكوا بالقمر وإذا فقدتم القمر فتمسكوا بالفرقدين وإذا فقدتم الفرقدين فتمسكوا بالنجوم الزهرة فقالوا يا رسول الله ما الشمس وما القمر وما الفرقدان وما النجوم الزهرة فقال أما الشمس فأنا محمد بن عبد الله وأما القمر فأخي وابن عمي علي بن أبي طالب عليه السلام وأما الفرقدان فالحسن والحسين عليهما السلام وأما النجوم الزهرة فأئمة من صلبي ولدي الحسين أولهم زين العابدين سماهم وكناهم ولقبهم إلى أن بلغ إلى صاحب الدار المهدي من آل محمد أما النجوم الزهرة فالحسن والحسين البعد الثالث أن الحسين ولد بأي معنى بأي معنى بمعنى نسخة النبي صلى الله عليه وسلم نسخة من النبي نسخة مفردة كان الإمام الحسين عليه السلام من أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في صغره أيام طفولته كانت الزهراء ترقصه وتقول أنت شبيها أو أكرم شبيها بأبي لست شبيها بعلي الإمام الحسين من طفولته إلى كبرة كان يشبه الإمام الحسين النبي صلى الله عليه وآله شبه انطباقي الآن نتكلم عن هذا المحور ومعنى قد واحد يقول لي أن زين إذا كان يشبه أو ما يشبه شنو دلالة هذا أنتوا تصرون مثلا على موضوع الشبه وتتكلمون فيه وتحققون فيه وتجيبون مفردات وتطبقونها الشبه له ما شبهه شنو دلائل الشبه أنا قاعد أتكلم مو عن واحد عادي أنا قاعد أتكلم عن نبي تحدرت فيه المكارم ظاهرة وباطنة أنا أتكلم عن نور النبي صلى الله عليه وآله اللي انتقل من صلب إلى صلب وعاصر أنبياء ورسل هذا النور غير أحداث تأريخية أقولها بملء الفم هو ساكن في أصلاب رجال أنبياء لكن يغير عجلة التأريخ مو شيء عادي كونه مستقر في صلب يعني يتحكم في عجلة التأريخ شلون أعطيك مثال بسيط فقط وأمشي عنه ما أطول يسأل الإمام عليه السلام الإمام الصادق يقول له يا ابن رسول الله موسى موسى لما ألقوا العصي شنو صارت تعابين فشنو هو صار شنو ردت فعله أوجس في نفسه خيفة زين زين لكن إبراهيم لما ألقوا بالمنجنيق إلى النار ما أخاف قال إلهي إذا يعني جال جبرائيل قال شنو تحتاج مني قال لا منك ما أحتاج إذا الله هو يغيثني أنا أحتاج منك ما أحتاج ما أحتاج ما أحتاج واسطة خليل الله اللي صار يا نار وكوني بردا يسألون الصادق ليش هذا خاف وهذا ما خاف يقول الصادق عليه السلام إبراهيم كان مستند إلى من هم في صلبه وهم محمد وآل محمد يدري النار ما تمس منه شعره ما دام ما ولد إسماعيل يدري يعرف أما موسى ما كان في هذا الوضع هذا النور اللي يتنقل من صلب إلى صلب من النبي صلى الله عليه وآله إلى فاطمة إلى أمير المؤمنين عليه السلام ينتج عنه ينقسم إلى الحسن والحسين هذا له اعتبار من ينعكس على الشكل الظاهري هذا له اعتبار له معنى ومعنى عميق زين سؤال هذا الشبه اللي بين النبي وبين الإمام الحسين من وين تحدر للحسين عليه السلام من وين من طرفين الطرف الأول هو فاطمة عليه السلام فلقد كانت فاطمة أشبه الناس تقول أم سلمة ما رأيت أشبه وجه من فاطمة برسول الله صلى الله عليه وآله عائشة تقول إذا حكت فاطمة حكت عن منطق النبي صلى الله عليه وآله حتى أمير المؤمنين سلام الله عليه كان بعد شهادتها يقول لعمار يقول أنا الآن أحسست بفقد النبي قال ليش قال لأن فاطمة في البيت إذا مشت حكت كريم قوامه تشبهه وإذا نطقت حكت كريم منطقه تشبهه لهذا يقولون الرواة يصفونها لما طلعت تخطب شوفوا هذا كلام يعني أنقله للنساء للنساء حتى يعرفون مدى حجاب الزهراء وعفتها الفاطميات الزينبيات لما طلعت تخطب زين الزهراء عليه السلام تجلببت أو لاثت خمارها يقول الراوي خذت الخمار ولاثته عباءة كبيرة الخمار ثم أولادت بجلبابها تجلببت بجلبابها هذا الجلباب فوق الخمار هذا كافي ثم خرجت في لمة من حفدتها ونساء قومها بعض بعض العلماء يقولون أربعين أمرأة حاطت بالزهراء حتى ما أحد يشوفها أربعين أمرأة في لمة من حفدتها ونساء قومها تطأوا ذيولها شوفوا الثوب شلون طويل بحيث الزهراء شلون حجاب شلون عفة هذه في رسالة يعني المرأة اللي تقول أنا فاطمة قدوتي الحسين عليه السلام إمامي وجاية أبكي عليه تشوف حجاب الزهراء تطأوا ذيولها ثم يقول ما تخرم مشيتها مشيت أبيها محمد يقول النبي صلى الله عليه وآله يقول أني أشم يقول رائحة الأنبياء هي السفرجل رائحة السفرجل ورائحة الحور العين هي الأس ورائحة الملائكة هي الورد وإني أشم من ابنته فاطمة السفرجل والآس والورد هي جلالة آية النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة مؤولة بالحسين الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور الإمام الصادق يقول يعني إمام بعد إمام نور على نور لهذا القرماني في أخبار الدول من مصادر غيرنا يقول ينقل عن عائشة يقول كنا نخيط ونغزل وننظم الأبرى الأبرى يعني نخليها في سم الخياط في الليلة الظلماء على ضوء وجه فاطمة الله 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 هذا الطرف الأول الطرف الثاني هو أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو أشبه الناس ما راح أطيل في أمير المؤمنين هو النبي قال له يا علي أشبهت خلقي وخلقي كان يشبه النبي صلى الله عليه وعلي شبه عجيب ولكل نبي نظير في أمته وأنت نظيري يا علي يقول له زي حتى أذكر لقطة من لقطات حرب الجمل اللي عائشة تقول وقعت عيني على علي وهي على الجمل شي تقول تقول كأنه أخوه تقول كأن النبي شق كأنه يعني مشتق من النبي محمد صلى الله عليه وعلي قالوا في وصف الحسين عليه السلام كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وعلي ربعة يعني لا طويل ولا قصير ليس بالطويل ولا بالقصير واسع الجبين كث اللحية واسع الصدر ضخم العظام في الرواية الكراديس الكراديس يعني أطراف العظام ضخم العظام رحب الكفين والقدمين رجل الشعر يعني رجل الشعر يعني شعره في استرسال ناعم مثل ما نقول جميل ولكن مموج زين فيه تمويج رجل الشعر متماسك البدن أبيض اللون مشرب بحمره جميل الصوت في صوته غنه وحنه إذا قعد في موضع مظلم يهتدى إليه لبياض جبينه ووجهه ونحره رجل الشعر وكان أبيض اللون واضح أبو طالب شيء يصف النبي يقول له وأبيض شنو يستسقى الغمام شوف هذه الصفات اللي الحسين يشبه فيها النبي شوية أنا عندي هنا نقطة مهمة هذه صفات يشبه فيها النبي زين أكو صفات ما يشبه فيها النبي قهرا النبي كبير هذا صغير مثلا في العمور كان الحسين شوف هذه النقطة كلش دقيقة يعني رواها أهل البيت كان الحسين يتشبه برسول الله ما هو يشبه النبي وفي بعض الأمور يتشبه بالنبي قد واحد يقول لي مثل شنو مثل الحسين كان يخضب زين يخضب بالسواد بالوسمة الشياب إذا في شياب المجلس يعرفون الوسمة لأنه معروف قبل يعني يخضبون فيه يخلون على اللحية يخفون الشيب وهو مستحب زين كان يخضب يخضب ويترك العنفقه بالقاف العنفق شنو الشعر اللي تحت الشفة فوق الذقن تشبها بجده النبي محمد صلى الله عليه هذا شنو معناته معناته أنه يرسل لنا رسائل بالتشبه بالنبي بالظاهر باللباس نحن الآن مجتمعنا نحن عندنا نهي نهي مشدد أن نتشبه بالكفار بلبسهم بحيئتهم مثلا اليوم أكو قصات أكو ما أعرف إيش زين إن الحسين قاع يرسل لأحبابه رسالة أنه يتشبهون بالنبي في كل شيء فيما بلغهم من وصف النبي صلى الله عليه وآله وهذا طبعا من نافلة القول أن نقول أنه يتشبه بأخلاق النبي ومكارم أخلاق النبي وأكو أمور جامعة بين النبي وبين الحسين عليه السلام مثل شنو منها جمع الكلمة على الحق حسين طلع حتى يسبب لنا الهداية ولا نظل جمع القلوب الله يقول للنبي لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم الحسين عليه السلام كذلك أهل البيت فتحوا لنا هذا الباب باب التآلف حتى نكون لحمة واحدة الآن نعارض بعضا معارضة سلبية ليس معارضة رأيية فالرأي لهذا ورد عن صاحب الأمر والزمان عليه السلام يقول ولو أن أشياءنا وفقهم الله بطاعته لطاعته كانوا على اجتماع القلوب اجتماع القلوب ما نكون إحنا جماعة ننتسب إلى أهل البيت وهذا يضرب هذا وهذا يحفر حق هذا وهذا ينتظر زلة هذا وهذا ما يروح مجلس هذا وهذا ما يروح مسجد هذا زين وبعدين يقول إحنا ننتظر صاحب الأمر صاحب الزمان يقول ولو أن أشياءنا كانوا على اجتماع من القلوب لما تأخر عليهم اليمن بلقائنا هذا حاجب الحسين مثل النبي جاء ليجمعنا أمير المؤمنين على فراش مرضه عنده شهادته يقول إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام يعني شنو يعني من تشوف اثنين شركاء زوج زوجة صديق صديق جماعة وجماعة زين تشوف بينهم مشكلة لا تروح تأجج الخلاف هذا خصوصا الخلافات الدينية عوذوا بالله من الخلافات الدينية كلها نزغ شيطان يصور لهذا أن يقاطع أخو وأن يترك أخو وأن يعطي ظهر لأخيه ويعطيه المبررات استغيبة ليش أستغيبة غيبة المؤمن حرام لا طلع من الإيمان فاسق هذا وهكذا إذن إحنا محتاجين للتشبه بالنبي صلى الله عليه وآله كان الحسين يشبه النبي في كل شيء تقول الرواية يوم من الأيام إجاء له واحد وقال له يا ابن رسول الله إن فيك كبرا شوف هذه سوء القراءة يقول للحسين إن فيك كبرا شوف الحسين ما يستفز وإحنا كذلك لازم ما نستفز يجينا واحد أذكر أنا مرة في أحد المطارات شافني واحد إجاني وأنا يعني بيدي تربتي وطالع من المصلى زين قال لي صحيح أنت تعبدون الإمام علي قلت له زين أنا من وين طالع أنا طالع من المسجد لا أعبد الإمام علي جاي ابني ليش أصلي المفروض إحنا ما نستفز أيها الإخوة لأن اليوم مع وجود هذا الكم الهائل من الإعلام تشوف أكو إعلام سخيف وساذج وحقير ودنيء بمستوى هذا الكم الهائل من الإعلام والوسائل ما كأنه عايش في هذه الدنيا يقول لك يعبدون تربة الحسينية مثلا هذه أشياء يعني تستفز الحسين لم يستفز قال ليس في كبر الكبر لله وحده ولكن في عزه زين إنما العزة لله ولرسوله والمؤمني وللمؤمنين زين هو هذا قاعد يقرأ شيء في شخصية الحسين ذكرها المؤرخون ابن أبو الحديد غير ابن وصف سيد الشهداء وهي شنو إباءه للظيم كان مبين على شكل الحسين أصلا أن الحسين عليه السلام كان أبيا للظيم ما يتحمل الظيم زين كان قويا في دينه زين وهو الزائد عن الدين الإمام الحسين عليه السلام لازم يكون هكذا وهذه الصفات أن يكون الإنسان شديدا في دينه حتى يبين على شكل الحسين عليه السلام أكو عدة من بني هاشم ورثوا من الحسين عليه السلام أصلا حادثة كربلاء كلها كانت أتنم عن إباء للظيم يقول الحسين إن الدعية ابن الدعي قد ركز بين سنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة يأبى الله لنا ذلك شوف شوف ورسوله الله ما يقبل ورسوله وحجور والمؤمنون وحجور طابت وطهرت يقول أنا أمي فاطمة أنا أمي فاطمة ما أنزل للذل لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد يقول وسامته سيد حذر الحلي يقول وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبى العز إذ عانها فقال لها اعتصمي بالإباء فنفس الأبي وما زانها إذا لم تجد غير لبس الهوان فبالموت تنزع جثمانها زين نلاحظ إحنا هذه الحالة موجودة بشكل عجيب عند علي الأكبر سلام الله عليه شوف رجز علي الأكبر تقول الحسين سلام الله عليه في المعركة يقول أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي أولى بالنبي أضربكم بالسيف حتى ينثني أطعنكم بالرم حتى يلتوي ضرب غلام هاشمي علوي تالله لا يحكم فينا بن الدحي بالطريج الحسين عليه السلام يمشي على فرسه في الطريق إلى كربلاء استرجع شوفوا هذه فيها فقه أحبتي قال إنا لله وإنا إليه يراجعون علي الأكبر بالفرس يمشي أيضا يم قال أبا لم استرجعت استرجاع حسن في أي وقت بس هذا علي الأكبر عايش بمشاعر أبو الحسين ما يصير إحنا أحبتي أنت أبوك مضايق وأنت ما تدري أبوك زعلان وأنت ما تدري أبوك مثلا مال وأنت ما تدري عنه لا هذا علي الأكبر عايش في مشاعر الحسين لم استرجعت قال ولدي كأن هاتفا خفقت خفقة على الفرس يعني أخذت عيني قفة خفقت خفقة فسمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير معهم الآن علي الأكبر لازم شي يسوي لازم المفروض يشد من عزم الحسين قال لا تفكر فينا إحنا إحنا عادي راضين إحنا قال له يا أبا أولسنا على الحق قال بلى والذي إليه مرجع العباد قال إذا لا نبالي وقع الموت علينا أو وقعنا عليه ويوم عاشر وقف هذا الولد شبيه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا وقف موقف خل الحسين يصل إلى الحين ما أدري أقول الاحتضار يقول التسترق إلى الاحتضار ثلاث مرات مرة لما ودعه الحسين وشايعه بالنظر ومرة لما رجع يطلب قليل من الماء ومرة لما شاف الحسين مقطعا بالسيوف إربا إربا طلع لما برز لبكر بن غانم وكان يعد بألف فارس أمه قاعدة بالخيمة شا تسوي تقول له يا أبا عبد الله أشوف وجهك تغير أصيب ولدي قال له لا برز إليه شجاع أخاف أن يثكلنا به زين أنا شا سوي قال له ادخلي خدركي انشري شعركي ادعي لي ولدكي فإني سمعت رسول الله يقول دعاء الأمهات في شأن الأولاد لا يرد يقول طبت الخيمتها الغريبة وتوسلت لله بحبيبة شوف القسم صاحت إلهي بالحسين وغربته إلهي بالحسين وعطشه وتوسلت لله بحبيبة وبالحسين وش ما بمصيبة يا رادي يوسف من مغيبة ليعقوب ومسكن نحيبة أريدا علي ساليم أما علي الأكبر ثبت لبكر بن غانم عاجله بضربة قال له خذها ضربة حيدرية وأنا بن الحسين قطع رأسه جاء برأسه وهو ينادي من بعيد أبا صيد الملوك أرانب وثعالب فإذا برزت فصيدي الأبطال الجائزة يا أبا قال لش تريد يا ولدي قال له قطرة ماي يا أبا عبد الله يقل له تنطفي بقطرة ماي نار قلبي والله ما حد كفوا من هالجمع يوقف بدربي برد غليلي وعاين طرادي وحربي لحمل على الفرسان حملها أشمية قال له ولدي علي أبوك مثلك عطشان يقول بعضهم يقول الحسين عليه السلام خلى لسانه في فم علي الأكبر بعدين علي الأكبر حدث سكينه قال له وجدت لسان أبيك الخشبة اليابسة التفت له قال له ولدي اذهب إلى أمك في الخيمة فإنها مغمى عليها شاف وإذا أمه متمددة مغمى عليها أخذ رأس أم ليلة وضعه في حجره الله أكبر قطرات من دموع عينيه فتحت عينها سقطت على وجهها فتحت عينها شلون مفاجئة علي هذا قال لها فداك علي قالت يا ابني يا ابني عليك المصطفى خالع جماله واهب لك الكرار صلاة وفعاله ومن الحسن يا الولد وارث لك نواله اسمع 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 تعطيه الحق هالبيت هذا يقول انت ورثت النبي ورثت الحسن ورثت الحسين وبعد ومن الحسن يا الولد وارث لك نواله وقصر العمر من فاطمة وقصر العمر من فاطمة والاب من حسين بينما هو يودعها وتودعها ويوصيها وتوصيه وإذا يسمع صوت صرخات أبي عبد الله على أبواب المخيم هل من ناصر ينصرنا قالت لولدي علي انت عزيز حبيب ولكن أباك الحسين أعز منك روح انقلب إلى الميدان بارك الله فيك انقلب الحسين عليه السلام هنا هنا اللي الروايد قل بلغ مبلغ الاحتضار أو من يحكي هنا هنا الحسين عليه السلام جعل يشد وسطه بمنطقته ألبسه خوذته لامة حربه هذه إشارات ما قال لأبرز يا علي هذه إشارات علي الأكبر عرف بأن الرخصة قد حصلت من الحسين عليه السلام ثم أنه جعل يشايعه في النظر حتى برز علي بن الحسين الأكبر رمى الحسين بصره إلى القوم صاح اللهم كن أنت الشهيد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بحبيبك محمد وكنا إذا اشتقنا إلى النظر إلى نبيك نظرنا إلى هذا الغلام اللهم منعهم قطر السماء وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا ثم رمى ببصره إلى ابن سعد قال يا ابن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي من هذا الغلام وسلط عليك من يقتلك على فراشك عاجلا بعدي أما علي بن الحسين جعل يقلب الميمنة ميسرة الميسرة ميمنة القلب جناح يقول رضع من ثدي الحرب حتى ربا وصول عليها وبلغ سيل الزبا شطر بالميدان كل من حاربا خلى خيل اعداه تزحف بالعدد يقول الحرب قد بانت لها حقائق وظهرت من بعدها مصادق والله رب العرش لا نفارق جموعكم أو تغمد البوارق صعد مولانا علي الأكبر على ربوه واتجه إلى النجف الأشرف وهو ينادي السلام عليك يا جداه يا أمير المؤمنين أنا ابن خواض الغمرات أنا ابن حلال المشكلات أنا ابن منكس الرايات أنا ابن فيصل القضيات يا علي يقول تموج الخيل يلا يلا المسرع المسرع ها تموج الخيل من يجبل عليها لكن الجيش أبو الحسنين بيها ذب هذا وره وهذا لديها مساميها ورمحا يلحق الفار عقب ما شرق الهامات والطاس اجدت ضربة العبد على الراس صيح برفيع الصوت وعليا ذبل وتواردوا بسيوف هالناس شو بقع المهر ويلي والمهر فر لا يوديه لابوه حسين عن القوم يحميه أثاري المهر للعدوان فربيه يا علي حسين عن القضاء او شب اهبم وسط العسكار حاذا يقطع بسيفا وريدا وعاذ بالخناجر والله معني مهجة أقرأ والله وعاذ بالخناجر في الصليد وهذا يغط من رمح الحديد وين بخاصرت ولما بلغت روحه التراق وأوشك على الموت نادى بضعيف الصوت أبا يا حسين خرج الإمام الحسين عليه السلام كالصقر المنقض على فريسته لكن الإمام الحسين طلع هالمرة على فرسه ما نزل الإمام الحسين من فرسها تقول الأخبار أن الحسين لما وصل إلى جسد ولده طاح طيحة من الجواد على ولده وقد ملأ البيدى ملأ البيدى بنحيبه وهو يقول ولدي علي على الدنيا بعدك العفو يقول قاعد عنده قاعد عنده وشافه مغمض العق بدم سابح امتر بالخدين متواصل طبر والراس نصين حين ظهر على ولده وتحسر الخطباء الأول الأول خطباء يقولون الحسين تمدد تمدد في المعركة معقول تمدد ويا علي الأكبر وقام ينعي عند الولد يبني شقول العمتك لو ناشدت عاناك ليلة الحزينة ترتجي ما أيست منك أكبر يا نور العين يا معفر الخد اسمع اسمعها البيت يقول لي يا ابني شي بتراسي وخليت القلب ما فطور ومن عمك العباس ظهري يا علي ماكسو أكبر يا نور العين يا معفر الخد يلا هذا المشهد العظيم المشهد المؤلم للي ما توفق الليلة الليلة تاسوعها ليفوتك التوفيق زينب عليها السلام في الخيام وإذا تسمع الحسين ينتحب في المعركة قد ملأ البيدة بنحيبه رأساً ركضت إلى الإمام زين العابدين قالت يا علي بن الحسين يا ابن أخي تسمح لي أطلع تسمح لي أطلع أرجع الحسين أخاف الحسين يموت يموت على ولده قال لها طلعي يا عم طلعت زينب كسفت الشمس بمحيى وجهها مرة نادي وأخاه وحسين ومرة نادي وولده وعلي تقول أنا قلبي قلبي من المصايب من شطر 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 ينادي علي وشطر ينادي حسين الحسين عليه السلام من شاف هذا المنظر من بعيد وعلي الأكبر رأسه بحجر الحسين شار رأس علي الأكبر وخلى على الأرض قال تتركني يا أبا في هذه اللحظات قال مو خرجت عمتك زينب شلور رجعت شلور رجعت ملعطية يقول شلور رجعت صاحنت يا نور العين يا حسين أحلف لك بست النساوين إما تجيب الولد الحين ولا ترنفر للميادي قال هيا حورة وجذب حسرة يخفي البتي والعين عبره يختي وظل عمك الزهرة أعظم علي طلعتك حسرة صاح الأكبر أعطيك أعطيك محطة وين حتى أرجع أبا تشيكا قال ودني يا أبو يا العم أبو أعطيك محطة أعطيك محطة العائل شال الشهيد على صدره شال علي الأكبر وفي روايات أنه قال يا فتيان ابني هاشم هلموا وحملوا علي طلعت النساء تستقبله هو رأسا الحسين وين وداه وداه في خيمة القتلى أكو خيمة لبني هاشم القتلى خلاه في الخيمة ايش سو الحسين قاعد يبتي عند ولده يطالع أولاده يطالع الشباب يقول يا شبان يا شبان ينجوم المخيم مرة وحدة مرة وحدة هل مشهد وأسألك الدعاء مرة وحدة وإذا بزينب أقبلت إليه قالت يا أبا عبد الله إذا تسمح تطلع من الخيمة ليش أطلع من الخيمة قالت لمو أمه وسكينة أخته يريدون يجون يبتون على النساء يريدون وهيب تكمات بالصدور قال الحسين لتدخل ليلة لتدخل سكينة أنا أيضا أريد أن أبكي على ولدي إشان فشان فشافة وإن بالشابت علي راح علي راح شافة وإن بالشابت علي راح علي راح سجم دمع وصفق راح علي راح علي راح نادى بصوت يا زينب علي راح ونالدنيا غدى الظلم علي ونالدنيا غدى الظلم يا كوكبا ما كان أقصر عمره يا الله اللهم أني أسألك وأدعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله اللهم عجل لمولانا الفرج سهل له المخرج اجعلنا من أنصاره وشيعة المستشهدين بين يديه من أوصان الدعاء من كان في هذا المجلس طالب حاجة اللهم اقضيها لهم جميعا يا الله اشف مرضانا تقبل أعمالنا يا أرحم الراحم اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين تقبل عمل المؤسس بأحسن القبول وإلى روحه وإلى من سلف من أمواتكم وأموات المؤمنين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات